المهم نجعل النماذج التفسيرية الغبية هذه العجيبة القاصرة قال لك أنوكسيا اللي بصير أنوكسيا ما أنوكسيا قال لك نقص أكسجة الدماغ لأنه صار عنده تقولوا صار عنده إيه كارجيك أرست سكتة قلبية القلب بطل ينبض أو نبض وتوقف عاود نبض وتوقف فتنقص كمية الطاقة الأكسجيني الوصل للدماغ لما تنقص الأكسجة داعة الدماغ بدخل الإنسان في حالة مثل المخدر يبدأ يتخيل وفانتازيات وفانتازمس وشغلات وأشياء هذا اللي يحدث معهم باللهي عليكم واحد واحد هذا يفسر كيف شاهد داره وكيف شاهد الشارع والجندي والمحاورة بين أخو بين الجندي بيفسرها أنوكسيا بتفسرها نقص أكسجة الدماغ قاعدين تبلع بين قاعدين توا أي واحد ثنين ثنين مش كل اللي خبروا الان دي اي كانوا في حالة إيش كارجيك أرست ولا موت قلبي وسريري ولا موت دماغ إيش رايك في منهم وهذا سؤال مهم جدا في البحث تبعنا اليوم متى تحدث هذه الحالات والخبرات هل يجب أني أنا أخضع لنعاش وأدخل في كومة أو غيبوبة لا 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 يجب أنا قلت هذا تحيز مهني فقط الأطباء بتحدثوا عن هذه الأشياء لأنه هذه مهنتهم هل هذه التجربة تحصل فقط معه لا أبدا أبدا هل ضروري تحصل تحت تأثير استدام أو حادثة أو تهديد حياة أبدا تحدث معها وتحدث من دونها تحدث يا سيدة لأناس أصابهم غريف أسى وحزن شديدان تحدث معهم ما رأيك تحدث معهم تحدث مع ناس يخضعون لتأثير اكتئاب ساحق اكتئاب نعم مكتئبون وتحدث عندهم حالة لانفصال هذه ويخبروا عن أشياء حقيقية ودقيقة موضوعية وواقعية معناها انفصلوا على البدن لمكتئبين ولثاكلين السيانين غريف ثقل وأسى ممكن ترجمها الأسى يعني أكثر حتى من الثقل جميل هاي كمان تحصل تحصل لأناس لا عندهم حالة اكتئاب ولا حالة جريف متأملين تكون قاعد هادي ساكن بفكر في عمكم موضوع معين فجأة تشك كل القضية ايش هذا دعوه المرة تحصل والخبر بتكون واقعية ودقيقة ويخبر عن شيء في منتهدقة واضح تحصل وين الأنوكسيا وين كذا ما هل كنت هذا نموذج لا يفسر إطلاقا تحدث مع مرضى شربوني جانجيك شربوني اللي بدخلهم تحت تأثير تنويم مغناطيسي بنومهم ويدخلوا في خبرة الإنسان لك عن البدن وبدوا يعيشوا الحالة هذه تفضل وين الأنوكسيا أنوكسيا قال لك إنسا ارمي كلام فارغ اثنين قال لك يا سيدي هلوسة هلوسة هلوسات في ناس عندهم حالات هلوسة هلوسة شوفوا كل الضلالات والاستيهامات فانتامس تسموها والإلوجينز والدلوجينز والهلوسينيشنز كلها كلها تتسم والتأثيرات التي تصبح تحت هلوسية برضو تحت العقاقير والأدوية الكتمين والأسدية وكذا كل هذه الخبرات باعتراف الأطباء الأطباء الأصحاب الماء وكذا كلها غير متماسكة وغير منطقية ولا تتسم ولو غبر عليها أربعون سنة وهذا تقريبا كل العابرين أكدوا هذا وهذا شيء ما لديه تفسير وما لديه علاقة بالله والاستيهامات والانخدعات والضلالات أبدا من جنس مختلف تماما ثم الهلوسات والاستيهامات والانخدعات والضلالات لا تخبر عن أشياء خارج المكان هناك في البيت هناك في الشارع في عوق المستشفى في الطابق الـ 15 أو 17 هذه في خطبة الموت يتكلمون أه قالت لنا أنا كنت فوق وشفت يا دكتور دكتورة أنت المكتب تبعك في الطابق الـ 17 إذا لا تتذكر أو الـ 15 وشفت أنا فردة حذاء لطفلة لونها كذا كذا موجودة برا في التناس رحت الدكتورة كل سليم ما هذا وهذا في مجلة طبية وثق مجلة طب أطفال أمريكية وثقته قالت لها أنا كنت فوق أصلا أنا خرجت وصرت فوق المستشفى مثل فهد السعدون الطيار العراقي هذا خرج قال والدنيا كان إيجاب بغداد القائد في الصيف قال اقتربت والشمس قال بس الشمس لا تحرق وما شعرت بحرارة وما شعرت ببرودة ما شعرت بأي شيء الروح لا تتأثر لا بالحرارة لا بالبرودة لا بالزمان لا بالمكان لا إله إلا الله هو هذا فبرضو هذه كلها شغلات فارغة قال لك لا 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 انتبه في نوع من الهلوسات يسموها هلوسة الإسقاط الذاتي الرؤية الذاتية أوتوسكوبك علم العصاب هذه هذه خطيرة قال لك كيف قال لك المريض فيها المهلوس يشوف حاله هو مش حاله عاد يشوف إسقاط كأنه مخه يعمل له صورة من حاله وإنهم أعطونا تفاصيل أكتر أعطونا تفاصيل أكتر الله يجعل لكم بليز قال لك في الحقيقة يشوف حاله كاملة يشوف الجذع وفي مرات كثيرة يشوف جزء فقط من الجذع ومن زاوية محددة هذا غير ما يحدث مع أصحاب الموت الوشيك يشوف جسمه كاملا ممددا ويشوف كما قلت ويعطي كما قال العلماء المختصون في هذا الباب يعطي معلومات مفصلة دقيقة وصحيحة وليس عن جسمه فقط بل عن كل من كان حاضرا في الموطن وهو تحت تأثير ماذا؟ الكومة أو الغيبوبة مغيب أو ميت سريريا أو بيولوجيا ويعطي معلومات دقيقة أي دخل هذا بالأوتسكوبك حالوسونيشن إلعبوا غيرها لا يوجد فايدة لا يريدون أن يثبتونك أن هذا الشيء ليس صحيح هذه الواسات هذه استهامات هذه انخداعات أريدون أن هذا هز النموذج أتعبهم كملحدين وماديين قال لك ما دخلها؟ ما دخلها؟ قال لك العزلة أنت لم تقريت لا تقريت لم ترى أفلام رأيت رأيت رأيتنا أفلام كثيرا أمريكية وطبعا وصح كل الناس اللي بيخضعوا لقيه انعزال شديد ومين هذو بالذات بيكونوا بيكونوا الناجين من من غرق السفن ركبين سفينة في عرض المحيط تيجي العثار ينجو المسكين بقدرة قادر بيشوف حالو على جزيرة آيلاند كستوي بيظلوا لغادي يا حرام سبعين ثلاثة شهر شهرين بيبدأ يتخيل ويشوف مرته ومرة بدخونه ومرة مشتاق له ويشوف كذا ويشوف شغلات ويبدأ يحارب وما فيش قدامه حدا وشغلات بعيش عالم كأنه شخص مفصوم آه قال لك هذا نعم يا أخي هذا صار له أسابيع أو أشهر هذا المسكين الحين صار له كارتاك أرست دخل عاش بعد ربع ساعة قام بعد عشر دقائق حدثنا بأشياء نص ساعة يحدث فيها أي أنعزال قال لك آمه في اللحظة هذه وانقطع الأكسجين خيال عندهم ها والأكسجين انقطع عن دماغه ها شعر بالحزنة هو أنه صار لحاله في حالم آخر ايه تليلي الصارب القاتل القاطع الحارق الخارق ها السارق للحاد مرة أخرى هل هذا يفسر لك كيف يخبرون عن أشياء خارج المكان في أماكن أخرى وبدقة وسمعية وبصرية يحدثون لي لا أقول لك باي باي معنا دائما نضلك إيش افق العينين ايش بالبراهين هذه في أشياء أخبر عنها خارج المكان هذه أهم بشي فضلا على الأشياء اللي أخبر عنها ايش في جوف الزمان وتحققت بعد سنين أموثقة صح ولا كيف أخبر عنها كيف شافها كيف شو تقول لي عزلة مع عزلة الجميل أنه في طبيع أمريكي طبيب نفسي أمريكي اسمه دكتور جوليان أو جون ليلي عنده كتاب اسمه اسمه مركز العاصفة هو نوع من سيرة ذاتية مركز العاصفة هذا الرجل أصلاً لم يكن لديه موقف القضايا هذه قال لك أنا أعزلت نفسي اختياريا زجت الحياة وزجت الناس ومليت وكذا فعملت لحال عزلة اختيارية تأملية ولم أكن أظن أنني سأمر بتجربة الانسلاق عن الجسد ومرت بها ودخلت العالم الآخر وأنا أقول لكم كطبيب ومتمرز في مهنة التجربة التي مررت بها لا علاقة لها بكل أنواع الضلالات والهلاوس والاستهامات وما إلى ذلك وما ينتج عن عن عزلة النجيم الغرق شيء مختلف تماماً يقول لهم وفدأ يذكر سماتها التي نأكد عليها وهذه شهادة أتعبتهم أيضاً أقول كتاب مطبوع موجود أزعجهم الموضوع حالياً موجود تخيل فموضوع الأيساليشن والعزلة برضو تفسير تافه ما يفسر وما له علاقة قال لك لا لدينا تفسير سيكولوجي سمونا من الأعصاب الفيزيولوجيا سيكولوجي ما هي سيكولوجي؟ قال لك ما هو الإنسان وتعرض في الكارديك أريست نقول له فكك بالكارديك أريست لا نقول لك هذه التجربة تحصل مع ناس آخرين من غير سكتة قلبية وفي أوضاع عادية يا إما مكتئبين يا إما ثكلة يا إما في حالة تأمل يا إما حالة عادية جداً وصفائية يا إما يا إما يا إما أنت بس معلّ السكتة هذه يعتريه خوف شديد ويخاف على حياته من الموت ويدخل في كذا هذا يدخله في أن المخيلة تصبح أكثر خصباً الذي يسموها عادل تخيل فائق تخيل رهيب فأسان بارمير أيضاً بغضب في كتبه وقال لك هلها بلاء يا إخي دخيل الله تكوا عننا من هلها بلكو قال لهم أصلاً أصلاً اللي بصير معاهم السكتة القلبية تحدث على نحو مفاجئ بحيث يكون يجد نفسه في نمح البصر هو أصلاً المسكين غاب عن الوعي وكان بين أيدينا ولما برجع بالستفيق هو لا يعرف ماذا حصل معه ما رأيك السكتة تأتي في اللحظة كأنه سويتش أون أوف أوف أه ومش داري ما يعرف هو أنه الآن كان إشارة في الموت ولا يعرف أي حاجة بس اللي بعرفه أنه 17% قال من الناجين من محاولات الإنعاش نحن نقول لك كيف من المنعاشين بنجو 16% 17% منهم وهذه النسبة ليس قليلة استودوا استقريباً يعني كل 6 من الناجين والناجين 16% فعضروا بنتها 17% ضرب 16% هذه نسبة إيش؟ اللي عندهم ندي إي إكسبيل هذه الخبرة هذه قال هذول ها بتصير معهم زي ما قلنا بشكل فجائي ويرجعوا ويخبرون عن دخول العالم الآخر والعجيب كما قلنا لو نخوف ومش الخوف بالعجز قال لك كلهم يكونوا في حالة رضا وحالة سعادة فقط حالة حزن أنهم عادوا إلى الدنيا مش حابين ارجعوا بدهم وش حياتك لا بدهم حياتك ولا رفقتك ولا بدهم البدن هذا جاء تقول لي خايف وخايف على حاله ما في منه كلام هذا خير